وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاءك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحي ويميت وهو على كل شيء قدير الموصوف بصفات الكمال والجمال والجلال المنزه عن العيوب والنقائص والمثال حي لا يموت قيوم لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من تهى إليه بصره من خلقه سبحانه سبحانه تمت كلماته صدقا وعدلا وجلت صفاته أن تقاس بصفات خلقه شبها ومثلا وتعال الذاته أن تشبه شيئا من الذوات أصلا ووسعت رحمته الخلق إحسانا وفضلا له الخلق والأمر له النعمة والفضل له الثناء والمجد له الملك وله الحمد لم يخلق السماوات والأرض وما بينهما باطلا ولم يترك الإنسان سدا عاطلا بل خلق الخلق ليعبدوه وبالألوهية يفردوه ويوحدوه وأسبغ عليهم نعمه ليشكروه وتعرف إليهم بآياته ليعرفوه وتحبب إليهم بنعمه ليشكروه ويحبوه وأمرهم بطاعته ليطيعوه فمن أطاع وأقبل إليه منهم أرضاه ومن أعرض عنه منهم ناداه كما قال جل علاه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله البشير النذير السراج المزهر المنير خير الأنبياء مقاما وأحسن الأنبياء كلاما لبنة تمامهم ومسك ختامهم رافع الإصر والأغلال الداعي إلى خير الأقوال والأعمال والأحوال الذي بعثه ربه بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فختم به الرسالة وعلم به من الجهالة وهدى به من الضلالة وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا وتركنا بأبي وأمي وروحي على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم وكما آمنا به ولم نره فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلة وأوردنا حوضه الأصفاء ونهره الكوثر واسقنا بيد الحبيب المصطفى منه شربة هنيئة مريئة لا نرد ولا نضمأ بعدها أبدا يا أرحم الراحمين وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذه الساعة المباركة على شاشة قناتكم الطاهرة المباركة قناة الرحمة على طاعته أسأله جل وعلا أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك ومولاه أحبتي في الله مشكات الأنوار سلسلة إيمانية في الأحاديث القدسية التي يرويها سيد البشرية عن رب البرية تجدد إيماننا وتزكي أخلاقنا وتأخذ بأزمة قلوبنا إلى ظلال العرش وتروح بأرواحنا إلى رياض الهمم وتضيء في نفوسنا نور التقى وتنثر في ربوعنا مسك العلا وتداوز كام غفلتنا لنستنشق شذى الهدى ونستروح عبير الأسحار عسى أن نتذوق طعم الأنس بالعزيز الغفار فما أسعد الحياة مع الله وما أهنأ وألذ وأطيب العيش مع الله ولا يعرف الشوق إلا من يكابده ولا الصبابة إلا من يعانيها إلهي وسيدي ومولاي أغلقت الملوك أبوابها وبابك مفتوح للسائلين إلهي وسيدي ومولاي غارت النجوم وهدأت العيون وأنت حي قيوم لا تأخذك سنة ولا نوم إلهي وسيدي ومولاي نصبت الفرش وخلى كل حبيب بحبيبه وها نحن ننصب إليك وجوهنا ونقلب إليك أفئدتنا وننصب إليك أيدينا ووجوهنا ونضع على الطراب جباهنا ونمرغ في الوحل والطين لك أنوفنا لعلك ترضى وعجلت إليك ربي لترضى فما أحلمك يا ربي على من عصاك فأهل طاعتك أهل محبتك وأهل شكرك أهل زيادتك وأهل ذكرك أهل مجالستك وأهل معصيتك لا تقنطهم من رحمتك فإن تابوا إليك فأنت حبيبهم وإن لم يتوبوا إليك فأنت طبيبهم أنا إن تبت مناني وإن أذنبت رجاني أنا إن تبت مناني وإن أذنبت رجاني وإن أدبرت ناداني وإن أقبلت أدناني وإن قصرت عافاني وإن أحسنت جازاني وإن أحببت والاني وإن أخلصت نجاني إلهي أنت رحماني فصرف عني أحزاني أيها الأحبة تعالوا بنا إلى مشكات الأنوار لنعيش الليلة مع قبس جليل ما حديث قدسي مهيب رواه الإمام البيهقي في شعب الإيمان وحسن إسناده في صحيح ابن حبان الشيخ شعيب الأرنؤوت وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة بل ورواه ابن المبارك في الزهد أيضا بسند صحيح الحديث رواه البيهقي في شعب الإيمان ورواه ابن حبان في صحيحه ورواه ابن المبارك في كتاب الزهد وحسنه بعض أهل العلم وصححه بعض أهل العلم بالمتابعات من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل في الحديث القدسي الجليل وعزتي الله جل وعلا يقسم وعزتي لا أجمع على عبد خوفين وأمنين وعزتي لا أجمع على عبد خوفين وأمنين إذا خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة وإذا أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة أكرر عليكم الحديث مرة أخرى فأعيروني القلوب والأسماع فوالله إن الحديث لجليل والله إن الحديث لعظيم يقسم الملك جل جلاله ويقول سبحانه وعزتي لا أجمع على عبد خوفين وأمنين إذا خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة وإذا أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة الخوف إذا ملأ قلب عبد دله على كل خير فكل قلب ليس فيه خوف الله فهو قلب خرب الخوف إذا ملأ قلب عبد دله على كل خير فكل قلب ليس فيه خوف الله جل وعلا فهو قلب خرب لا تؤثر فيه آية ولا تهزه موعظة ولا يحركه حديث بل هو قلب ميت أو قلب مريض بحسب حاله مع الله جل علاه ومع الآيات الكونية والآيات القرآنية فالخوف إذا ملأ قلب العبد دله على كل خير وإذا خلى قلب العبد من الخوف من الله جل وعلا صار قلبا خرابا لا يتأثر بآية ولا يتأثر بحديث ولا تهزه موعظة ولا تحركه عبرة بل ولو رأى صاحب هذا القلب العبرة بعينيه وسمع الموعظة البليغة المؤثرة بأذنيه لأن القلب هو الملك فإن كان هذا الملك حيا كانت الأعضاء كذلك تدب فيها الحياة وإن مات هذا الملك ماتت جنوده ورعاياه كما قال سيدنا رسول الله والحديث في الصحيحين ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب قال أبو هريرة رضي الله عنه القلب ملك الأعضاء والجوارح جنوده ورعاياه فإن طاب الملك طابت الجنود والرعايا وإن خبث الملك خبثت الجنود والرعايا نعم لكن يا ترى ما هو الخوف الذي يدل صاحبه على الخير ويمنع صاحبه من التجرؤ على انتهاك حرمات الملك فليس الخائف من يبكي ويمسح عينيه ولكن الخائف من يترك ما يخاف أن يعاقبه الله عليه نعم أيها الأحبة هذه هي حقيقة الخوف قيل للحسن البصري رحمه الله تعالى يا أبا سعيد إننا نجالس أقواما يخوفوننا من الله حتى تكاد قلوبنا أن تطير فقال رحمه الله تعالى لسائله إنك إن تخالط أقواما يخوفونك في الدنيا حتى يدركك الأمن في الآخرة خير من أن تصحب أقواما يؤمنونك في الدنيا حتى يدركك الخوف في الآخرة إنك إن تخالط أقواما يخوفونك في الدنيا حتى يدركك الأمن في الآخرة خير من أن تصحب أقواما يؤمنونك في الدنيا حتى يدركك الخوف في الآخرة ولذلك أيها الأحبة تدبروا معي درس الليلة اعلموا أن الخوف من الله ثمرة حقيقية للإيمان محال أن يتذوق القلب حقيقة الخوف وأن يمتلأ القلب بالخوف دون أن يتذوق القلب هذا طعم الإيمان أو حلاوة الإيمان أو حقيقة الإيمان أو أن يشرق فيه نور الإيمان فالخوف ثمرة لازمة للإيمان وعلى قدر إيمانك يكون خوفك على قدر إيمانك بالله يكون خوفك من الله ويكون إجلالك لله وتكون رهبتك من الله اعلم أنك لا تتجرأ على الله بالمعصية في أي ساعة من ليل أو نهار إلا لأنه قل في قلبك الخوف من الملك القهار نعم وإن خفت الله جل جلاله في خلوتك أو في جلوتك في باطنك أو في سرك فهذا الخوف دليل إيمانك بالله جل وعلا اسمع معي وتدبر قول الحق تبارك وتعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم اسمع اسمع إلى قول الله جل وعلا إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين الله الله فلا تخافوهم لا تخافوا الشيطان ولا تخافوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين يعني إن كنتم مؤمنين فلا تخشوا إلا رب العالمين ولا تخافوا إلا الملك الحق جل جلاله وخافون إن كنتم مؤمنين بل لا يتذكر بالموعظة ولا يتذكر بهذه الحلقات التي تهز القلوب هزة لا يتأثر بها ولا يتذكر بها ولا يخشى ما فيها من آيات القرآن وكلام النبي عليه الصلاة والسلام إلا من حقق الخوف من الله وإلا من ذاق قلبه طعم الخشية من الله قال جل علاه سيذكر من يخشى سيذكر من يخشى نعم الذي يخشى الله هو الذي يتذكر بما قال الله وبما قاله رسول الله وبما يقوله العلماء الربانيون والدعاة الصادقون سيذكر من يخشى بل يسألني كثير من أحبابي ومن إخواني وأخواتي لماذا لا يتأثر كثير من الناس بالعبر والآيات والمواعظ وما أكثرها قد يرى أحدنا الموت أمام عينيه ولا يتأثر بالموت قد يرى أحدنا حادثا مروعا على طريق من الطرقات العامة وفي التو واللحظة بعد أن يجاوز الحادث يسرع بسيارته بأقصى سرعة وكأن هذا الذي رأته عيناه من لحظات ما مر على قلبه ربما يكون الحادث قد مر على عينيه وعلى أذنيه ببعض الكلمات التي وصلت إليه من بكاء وصراخ وعويل وألم وآهات وأنات لكن يا ترى هل مر الحادث على قلبه لا ما مر على قلبه ما اعتبر لا بالحادث ولا بأخذ الله للظالمين ولا بإهلاك الله للمجرمين لا يتأثر كثير من الناس بكل هذه العبر والآيات ليه لماذا لأن قلوبهم ما عرفت الخوف من الله وما عرفت الخوف من عذاب الله في الآخرة إذ لا يتأثر بالآيات والعبر والعظات وأخذ الله للظالمين وإهلاك الله للمجرمين لا يتأثر بهذا كله إلا من خاف عذاب الله في الآخرة اسمع إلى الدليل من قول الملك الجليل سبحانه وتعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد اسمع اسمع وتدبر إن في ذلك لآية بس المين الآية دي من الذي يعتبر بالآية من الذي يعتبر بأخذ الله للظالمين من الذي يتعظ بإهلاك الله للقرى الظالمة وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة يا رب اجعلنا من أهل السعادة وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ الشاهد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة لا يخشى ربنا جل وعلا ولا يعتبر بآياته ولا يتعظ بعضاته في الأرض إلا من خافه سبحانه وخاف عذابه في الآخرة نعم أيها الأحبة بل ستعجبونه إذا قلت لحضراتكم لقد أمرنا الله جل وعلا أن نخافه نعم أمرنا بذلك بل وحذرنا جل وعلا نفسه سبحانه قال عز وجل وإياي فارهبون يا الله وإياي فارهبون وقال جل علاه ويحذركم الله نفسه وقال سبحانه إن بطش ربك لشديد وما أكثر الآيات حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم نعم لا بد من أن تطير إلى الله جل وعلا بجناحي الخوف والرجاء لا يجوز أن تحلق في هذا الطريق الموصل إلى الله بجناح واحد بالخوف فقط أو بالرجاء فقط بل بالخوف والرجاء معه فهما المطيتان الموصلتان إلى كل مقام محمود نعم الخوف والرجاء قال الله جل جلاله وإياي فارهبون هل تخشى الله سبحانه وتعالى هل تستشعر في قلبك خشية الله هل تستشعر في قلبك جلال الله وعظمة الله وقدر الله فتخشاه إذا ما هممت بمعصية في خلوة من الخلوات تذكرت الله جل جلاله وتذكرت هيبة الله وعظمة الله وحرك الخوف قلبك وحرك قلبك جوارحك فأعرطه وتوقفته عن معصية الله إجلالا منك لله وخوفا منك من الله وخوفا من مكره جل علاه أو من عذابه لك في الآخرة تدبر معي يا أخي فما أحوجنا ورب الكعبة في عصر طغط فيه الماديات وكثرت فيه الشهوات وتراكمت فيه الذنوب على الذنوب وقل فيه الخوف من علام الغيوب أن نتذكر هذه الكلمات من كلام ربنا ومن كلام حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم بل لقد جمع الله عز وجل لأهل الخوف منه سبحانه أعلى مقامات أهل الجنان من الهدى والرحمة والعلم والمغفرة والرضوان قال سبحانه وتعالى ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون والرهبة هي الخوف والخشية وقال جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء العلماء أشد الناس خشية لله بعد الرسل والأنبياء لأنهم يعلمون أوامر الله ونواهيه يعلمون حدوده يعلمون زواجره يعلمون آياته القرآنية وآياته الكونية فالعلماء أشد الناس خشية لله لعلمهم بالله فعلى قدر علمك بالله تكون خشيتك وعلى قدر معرفتك بالله تكون خشيتك قال صلى الله عليه وسلم أنا أخشاكم لله أنا أعرفكم بالله وأشدكم له خشية وفي لفظ أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية فعلى قدر العلم يكون الخوف وتكون الخشية من الله إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال جل وعلا وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من الأواب الحفيظ؟ اسمع للجواب وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب أدخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وقال جل وعلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضو عنه ذلك لمن ذلك لمن خشي ربه ذلك لمن خشي ربه أعلم أنكم تقرؤون الآيات لكن أرجو أن نتدبر الآيات الكريمة وأن نقف مع هذه المفردات القرآنية البليغة العظيمة ذلك لمن خشي ربه لمن خاف الله جل علاه لمن امتلأ قلبه بجلال الله وهيبة الله وعظمة الله جل علاه نعم أيها الأفاضل ما أحوجنا ورب الكعبة إلى مقام الخوف وإلى أن ننزل جميعا هذه المنزلة العظيمة هذه المنزلة الجليلة الكريمة منزلة الخوف لنعيشه مع الخائفين من الله رب العالمين سبحانه وتعالى اعلم حبيبي في الله واعلمي أخت الغالية أن الخوف درجات ألم أقل لحضراتكم ليس الخائف من يبكي ويمسح عينيه ولكن الخائف من يترك ما يخاف أن يعاقبه الله عليه اعلموا أن الخوف درجات ومراتب ومقامات وأنواع وليس كل أحد ولو ادعي الخوف بلسانه قد حقق الخوف كما ينبغي لجلال الله وعظيم سلطانه سبحانه وتعالى بل الخوف أنواع ودرجات أولا الخوف من مكر الله أفأمنوا مكر الله فلا يأمنوا مكر الله إلا القوم الخاسرون أفأمنوا مكر الله فلا يأمنوا مكر الله إلا القوم الخاسرون الله أكبر فكم من سعيد أصبح شقية وكم من عزيز أصبح ذليلة وكم من حر طليق أصبح سجينة وكم من غني يتقلب في ألوان المال والنعيم أصبح فقيرة فبينما بدر أحواله على الكمال والتمام إذ دخل عليه كسوف شديد فأصبح في ظلام فبدل بعد النور ظلمة وبعد العز ذلا وبعد الصحة مرضا وبعد الغنى فقرا وبعد القرب بعدا أفأمنوا مكر الله فلا يأمنوا مكر الله إلا القوم الخاسرون كل يوم هو في شأ جل جلاله يعز ذليلا ويذل عزيزا ويغني فقيرا ويفتقر غني ويرفع وضيع ويضع رفيعا قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير يا أخي ألا تتابع أحوال إخوانك وأحبابك من حولك أنت تعرف كثيرا من الناس تحولوا من الغنى إلى الفقر أو من الفقر إلى الغنى من العز المبهر إلى الذل الملفت من القوة والجبروت إلى الضعف والمهانة لا تأمن مكر الله يا أخي لا تأمن مكر الله يا أخي ويا أختي كم من جميلة في التو واللحظة وفي ساعة من ليل أو نهار أصبحت مريضة دميمة فلا تغطر بجمالك ولا تبارز الله بتبرجك ولا تأمن مكر الله جل وعلا فالأمور بيده يدبرها كيف شاء والقلوب بين أصبعين من أصابعه يقلبها كيف شاء وما سمي القلب إلا من تقلبه فاحذر على القلب من قلب وتحويله وما سمي القلب إلا من تقلبه فاحذر على القلب من قلب وتحويله القلوب متقلبة واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه لذا كان حبيب قلوبنا صلى الله عليه وسلم يكثر من هذا الدعاء يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فتقول أم سلمة رضي الله عنها يا رسول الله أو إن القلوب لتتقلب فيقول ما من قلب من قلوب بني آدم إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد إن شاء الله أقامه أي ثبته وإن شاء الله أزاغه ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب فلولا أن ثبتناك لقد كت تركن إليهم شيئا قليلا الله أكبر ولولا أن ثبتناك لقد كت تركن إليهم شيئا قليلا يحتاج المصطفى إلى تثبيت من الله جل علاه فما الذي أحتاجه أنا وما الذي نحتاجه نحن أيها الأفاضل نعم والله نحتاج إلى تثبيت لقلوبنا من الله وفي رواية مسلم من حديث عبد الله بن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث شاء ثم قال اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك وفي لفظ اللهم مصرف القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك لا تأمن مكر الله لا تأمني مكر الله الخوف من مكر الله درجة من درجات الخوف من الله لا يأمن أبدا أهل الإيمان وأهل التوحيد وأهل الإخلاص لا يأمنون مكر الله سبحانه وتعالى وإنما هم في كل لحظة على وجل وفي كل لحظة على خوف ورهبة لأنهم يعلمون أن القلب ما سمي قلبا إلا لكثرة تقلبه وهم يرون رسولهم صلى الله عليه وسلم يكثر من دعائه ويقول أو في دعائه ويقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك أفأمن مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون والدرجة الثانية من درجات الخوف باختصار الخوف من عذاب الله في الآخرة الخوف من عذاب الله في الآخرة وهذه الدرجة من درجات الخوف أيضا علامة على صحة الإيمان في القلب وعلامة على حياة القلب فالذي يخاف عذاب الله في الآخرة مؤمن إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة فالذي يخاف عذاب الآخرة مؤمن بالله ومؤمن بالنار والجنة مؤمن بالجنة دار النعيم وبالنار دار الجحيم هذا الذي حقق الإيمان بالله وحقق الإيمان باليوم الآخر وحقق الإيمان بكل ما فيه هذا هو المؤمن يخشى الله سبحانه وتعالى يخشاه في الدنيا يخشى مكر الله عز وجل ويخشى تقلب الليالي والنهار ولا يدري على أي شيء يصبح أو على أي شيء يبيت يخاف الله سبحانه لأن القلب متقلب ولأن الفتن من حوله كثيرة قد تعصف الفتنة بقلبه في أي لحظة من ليل أو نهار قال النبي المختار كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وآله وسلم ستكون فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنة ويمسي في نفس الليلة ويمسي كافرة ويمسي مؤمنة ويصبح في نفس صبيحة هذه الليلة ويصبح كافرة الله أكبر الله أكبر ليه قال يبيع دينه بعرض من الدنيا وكم أولئك الذين يبيعون دينهم بعرض من الدنيا حقير بعرض من الدنيا زائل بشهوة فانية أو بكرسي زائل أو بمنصب حقير يبيع دينه يفرط في دينه يفرط في إيمانه أو يفرط في حجاب امرأته أو يفرط في حجاب ابنته من أجل ماذا؟ من أجل دنيا زائلة من أجل شهوة رخيصة أو نزوة حقيرة ولا حول ولا قوة إلا بالله ستكون فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنة ويمسي كافرة ويمسي مؤمنة ويصبح كافرة يبيع دينه بعرض من الدنيا والحديث رواه مسلم من حديث أبي ريرة كما ذكرت عن الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى فالمؤمن يخشى الله في الدنيا يخشى من تقلب قلبه مع أي فتنة تعرض عليه في أي ساعة من ليل أو نهار وكذلك يخشى المؤمن عذاب الله في الآخرة نعم يخشى عذاب الله في الآخرة وليس كما قال بعض إخواننا نحن لا نعبد الله طمعا في جنته ولا نعبد الله خوفا من ناره لا يا أخي بل نحن نعبد الله لذاته جل جلاله لأنه يستحق أن يعبد ونعبده كذلك طمعا في جنته وخوفا من ناره لأننا لن نسعد بأعلى مقامات النعيم بالنظر إلى وجهه جل جلاله إلا إن دخلنا جنته سبحانه جل وعلا نعم هذا هو الفهم الدقيق فالجنة نعيمها لا يقتصر على الخمر واللبن والحرير والحور والذاب والفضط والعسل إلى غير ذلك لا لا نعيم الجنة الحقيقي في رؤية وجه ربها ولن تسعد بالنظر إلى وجه الله جل علا إلا إن نجاك الله من النار ودخلت الجنة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور بل ولسنا أعرف بالله من رسله وأنبيائه وأنبيائه فلقد سأل رسل الله وأنبيائه كلهم بلا استثناء سألوا ربهم الجنة واستعاذوا به من النار ويكفينا فقط أن نذكره بأنه صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد بسند صحيح سأل رجلا من الصحابة رضي الله عنهم وقال له ما تقول في صلاتك يعني بتدعو بإيه ما هي دعواتك في الصلاة فقال الرجل يا رسول الله إني لا أحسن دندنتك ولا دندنت معاذ يعني لا أجيد دعواتك الجميلة ودعوات معاذ المؤثرة التي تدعوان الله عز وجل بها فقال له صلى الله عليه وسلم فماذا تقول طيب أنت بتدعو الله بماذا ماذا تقول فقال هذا الرجل أقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار إني لا أحسن دندنتك ولا دندنت معاذ ولكني أقول فقط اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار فقال النبي المختار حولها أنا ومعاذ ندند حولها أنا ومعاذ ندند يعني وهل بغيتنا وغايتنا إلا أن نسأل الله الجنة ونستعيذ به من النار لنسعد في الجنة بالنظر إلى وجه العزيز الغفار سبحانه وتعالى فالمؤمن يخاف عذاب الله في الآخرة قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة تحاجت الجنة والنار تحاجت الجنة والنار فقالت الجنة يا رب مالي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم الجنة بتقوله يا رب مالي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم وتقول النار يا رب أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين فيقول الملك الحق جل وعلا للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي ويقول للنار وأنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي ولكل واحدة منكما ملؤها سلم يا رب يقول للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي ويقول للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي ولكل واحدة منكما ملؤها ولا حول ولا قوة إلا بالله يوم نقول لجهنم هل امتلأتي وتقول هل من مزيد اللهم نجنا وإياكم من النار ومن جهنم وفي الصحيحين أيضا من حديث النعمان بن بشير أن البشير النذير صلى الله عليه وسلم قال يقول الله يقول إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة رجل يوضع في أخمصي قدميه جمرتان من نار إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة رجل يوضع في أخمصي قدميه جمرتان من نار فيغلي منهما دماغه فيغلي منهما دماغه وإنه ما يرى ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهون أهل النار عذابا الله أكبر وإنه لأهون أهل النار عذابا إن أهون أهل النار عذابا رجل توضع أو يوضع في أخمصي قدميه جمرتان من نار فيغلي منهما دماغه ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهون أهل النار عذابا ولا حول ولا قوة إلا بالله فالمؤمن يا إخواني يخاف عذاب الله جل وعلا في الآخرة نعم المؤمن يخاف عذاب الله جل وعلا في الآخرة ولا تجرأ على الله تبارك وتعالى من منا يقدر على أقل شعلة نار على نار شمعة أو على نار كبريت من منا يقدر على أن يقبل بوجهه على أي نار مشتعلة متأججة فضلا عن نار بئر من آبار البترول أو حقل من حقول البترول لا يقدر واحد مننا على أن يقترب فقط من لفحها فضلا عن أن يقترب منها حقيقة ونارنا هذه جزء من سبعين جزءا من نار جهنم فضلت نار جهنم على نار الدنيا بتسعة وستين جزءا كلها مثل حرها فمن من أقوى على حر النار فالعذاب في النار نار والطعام في النار نار والشراب في النار نار والثياب في النار نار الطعام في النار من النار زقوم وغسلين وضريع هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع ما الضريع؟ نوع من أنواع الشوك ينبت في أرض الجزيرة العربية يجعله ربنا جل وعلا طعاما لأهل النار في جهنم وطعامهم زقوم أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون وطعامهم غسلين قال جل وعلا وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدر ما حسابية يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين ما الغسلين؟ عصارة أهل النار عصارة أهل النار من يقدر على هذا الطعام حتى الشراب نار إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيث يغاث بماء كالمهل أي كالزيت الذي يتقلب من شدة الغليان وإن يستغيث يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة وقال جل وعلا واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ فالطعام في النار نار والشراب في النار نار حتى الملابس تفصل لأهل النار من نار قال جل وعلا هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطنهم والجلود ولهم مقامع من حديد هذا قرآن ربنا حتى لا توهم أحد أنه حديث ضعيف أو موضوع هذا كلام ربنا جل جلاله ما ذكرت على كل شيء من هذه الأشياء دليلا إلا من القرآن ليعلم الجميع أن القول حق لا هزل فيه إنه الجد الذي لا أتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه لأنه تنزيل من الله جل وعلا تنزيل الحكيم الحميد فالطعام في النار نار والشراب في النار نار والملابس في النار نار فالمؤمن يخاف عذاب الله جل وعلا في الآخرة وهذه مرتبة ثانية من مراتب الخوف من الله جل وعلا إن دلت فإنما تدل على حقيقة الإيمان في القلب وعلى حياة القلب أما إن لم يخشى الإنسان عذاب الله في الآخرة فليفتش عن حقيقة الإيمان في قلبه فليفتش عن حقيقة الإيمان في قلبه هل ذاق قلبه طعم الإيمان هل حقق قلبه الإيمان هل ذاق قلبه حلاوة الإيمان هل أشرق قلبه بنور الإيمان أما المرتبة الثالثة والدرجة الثالثة من درجات الخوف من الله جل وعلا فالخوف من سوء الخاتمة اللهم نجيني وإياكم من سوء الخاتمة وارزقني وإياكم حسن الخاتمة إنما الأعمال بالخواتيم والخواتيم ميراث السوابق قال الحافظ بن كثير لقد أجر الله الكريم عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه تدبر يا أخي وتدبر يا أختاه إنما الأعمال بالخواتيم هذا حديث رسول الله هذه رواة البخاري إنما الأعمال بالخواتيم قال الحافظ ابن كثير لقد أجر الله الكريم عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه إن عشت على الطاعة تمت على الطاعة وبعثت على نفس الطاعة وإن عشت على المعصية تمت على المعصية إن لم تتب إلى الله وبعثت على نفس المعصية يوم القيامة على رؤوس الأشهاد في يوم الفضيحة أسأل الله أن يسطرني وإياكم فوق الأرض ويوم العرض وتحت الأرض إنه ولي ذلك والقادر عليه انتبه الخوف من سوء الخاتمة مزق قلوب الصديقين والصادقين والعارفين والعالمين برب العالمين إي ورب الكعبة عملوا وامتثلوا الأمر واجتنبوا النهل ووقفوا عند الحدود ومع ذلك فهم يخافون من سوء الخاتمة ولا يدري واحد منهم بأي شيء سيختم له ولم لا وقد سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود وفيه إن أحدكم بل يقسم فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة بعمل أهل الجنة وفي رواية فيما يبدو للناس فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فأسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار وإن أحدكم لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها وفي لفظ البخاري إنما الأعمال بالخواتيب فلماذا لا يخاف المؤمنون الصادقون لماذا لا يخاف المؤمنون الصادقون وهم يرون الأنبياء والمرسلين قد حققوا الخوف في أعلى مقاماته وأجل درجاته لماذا لا يخاف الصادقون الصديقون وقد قرأوا قول الله ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته أي تسبح الملائكة خوفا منه وجلالا له سبحانه وتعالى يقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته وهذا سيد الخائفين سيد المؤمنين سيد النبيين والمرسلين يخاف رب العالمين بل هو أشد الأمة خوفا لله بل هو أشد أهل الأرض خوفا من الله وإجلالا لله وتعظيما لله لأنه أعرف أهل الأرض بالله وعلى قدر معرفتك بالله تكون هيبتك له ويكون إجلالك له ويكون خوفك منه وتكون عظمته في قلبك ويكون تعظيمك له سبحانه وتعالى روى الإمام أحمد في مسنده وأبو داود والترمذي بسند حسن من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال أطت السماء أحدثت صوتا أطت السماء أنت وحق لها أن طأت فليس فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله عز وجل والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلة ولبكيتم كثيرة والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلة ولبكيتم كثيرة وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله عز وجل هذا سيد الخائفين هذا سيد المؤمنين وفي الصحيحين من حديث أنس قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعنا مثلها فهو سيد البلغاء وإمام الفصحاء وإمام المتقين عليه الصلاة والسلام قال أنس خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعنا مثلها فقال والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلة ولبكيتم كثيرة وما تلذذتم بالنساء على الفرش قال أنس فغطى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين أي لهم بكاء بصوت مكتوم لهم بكاء في صدورهم قلوبهم تبكي وبكاؤهم مكتوم لا يكاد يظهر ولهم خنين أي لهم بكاء بصوت مكتوم بل يقول مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته قائما يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء هل سمعتم صوت الماء الذي يغلي في إناء من شدة النار وشدة الغليان هذا هو الأزيز صدر النبي صلى الله عليه وسلم له أزيز كأزيز المرجل يبكي رسول الله صلى الله عليه وسلم بينها دي الله من خشية الله جل علاه الحديث راه أحمد وأبو داود والترمذي بسند صحيح دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء بل من أعجب والله ما قرأت ما رواه الإمام البخاري والإمام أحمد وغيرهما أن عثمان بن مضعون رضي الله عنه لما مات قالت امرأة من الأنصار يقال لها أم العلاء قالت رحمة الله عليك أبا السائب شهادتي عليك أن الله أكرمك فسمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فالتفت إليها وقال وما يدريك أن الله أكرمه وما يدريك أن الله أكرمه قالت سبحان الله فمن يا رسول الله يعني من هذا الذي سيكرمه الله إن لم يكرم الله عثمان بن مضعون هل تعلم يا أخي أن عثمان بن مضعون أول من لقب بالسلف الصالح عثمان بن مضعون هو أول من لقب بالسلف الصالح عثمان بن مضعون هو أول من دفن بالبقيع عثمان بن مضعون ممن شهدوا بدرا والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم عثمان بن مضعون أول من لقب بالسلف الصالح أول من دفن بالبقيع ممن شهدوا بدرا وفي رواة في مستد أحمد وفي سندها ضعف وقد حسن إسنادها العلامة أحمد شاكر رحمه الله لما مات عثمان أقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبله رسول الله بين عينيه وبكى وبكى رسول الله لموت عثمان بن مضعون وهو أخ النبي في الرضاع وسالت دموعه صلى الله عليه وسلم على خدي عثمان رضي الله عنه وأرضاه ومع ذلك لما مات أم العلا تقول رحمة الله عليك أبا السائب فيقول لها عليه الصلاة والسلام حين قالت شهادة عليك أن الله أكرمك قال لا وما يدريك أن الله أكرمك قالت سبحان الله فمن يا رسول الله من هذا الذي سيكرمه الله إن لم يكرم الله عثمان بن مضعون فقال عليه الصلاة والسلام أما هو فقد جاءه اليقين وإني لأرجو له الخير وإني لأرجو له الخير ثم قال بأبي وأمي وروحي والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم يا الله والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم فلما الأمن إذن من مكر الله ولما الأمن إذن من عذاب الله في الآخرة وعلى أي شيء نأمن من سوء الخاتمة مع قلة أعمالنا وقلة بضاعتنا لا نخاف من سوء الخاتمة ولا نخاف مكر الله ولا نخاف عذاب الله ها هو ربوء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا عمرد الخطاب الفاروق الأواب التواب المنيب الذي أجر الله الحق على لسانه وقلبه الذي كان يخافه الشيطان الذي شهد له النبي بالجنة ينام على فراش الموت ويدخل عليه ابن عباس كما في صحيح البخاري ويقول أبشر يا أمير المؤمنين لقد صحبت رسول الله فأحسنت صحبته ثم توفي رسول الله وهو عنك راض وصحبت أبا بكر فأحسنت صحبته ثم توفي أبو بكر وهو عنك راض وصحبت أصحاب رسول الله فأحسنت صحبتهم ولئن مت فإنهم عنك لراضون ثم شهادة فأبشر ببشر الله لك فقال عمر ذاك من ننمن الله به علي ذاك من ننمن الله به علي ووالله لو أن لي طلاع الأرض ذهبا لفتديت به اليوم من عذاب الله قبل أن أراه ووالله لو أن لي طلاع الأرض ذهبا لفتديت به اليوم من عذاب الله قبل أن أراه وهذا السهل السري السمح السخي الداعي العالم التقي معاذ بن جبل حبيب رسول الله لما ابتلي بالطاعون ونام على فراش الموت قال لأصحابه انظروا هل أصبح الصباح قالوا لا بعد فسكت ثم قال انظروا هل أصبح الصباح قالوا لا بعد ماذا تريد فقال معاذ أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار ثم قامه وقاله مرحبا بالموت مرحبا مرحبا بالموت مرحبا زائر جاء بعد غياب وحبيب جاء على فاقة ثم بكى وقال اللهم إنك تعلم أني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك اللهم إنك تعلم أني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك اللهم إنك تعلم أنني ما أحب الدنيا ما أحببت الدنيا لضمأ الهواجر ما أحببت الدنيا لجري الأنهار ولا لغرس الأشجار ولكن لضمئ الهواجر ومكابدة الساعات ومزاحمة العلماء بالركب ثم فاضت روحه إلى الله جل وعلا وهذا سفيان الثوري العالم الزاهد العابد ينام على فراش الموت فيبكي ويدخل عليه رجل فأرى سفيان يبكي بكاء شديدة فيقول له الرجل يا آبا عبد الله أراك كثير الذنوب يعني إلى هذا الحد كثرت ذنوبك حتى تبكي هذا البكاء فتناول سفيان الثوري عودا صغيرا من على الأرض والتفت إلى الرجل وقال والله لذنوب أهون عندي من مثل هذا ولكني أخاف أن أسلب الإيمان قبل الموت ولكني أخاف أن أسلب الإيمان قبل الموت فنخل عليه حمار بن سلمة فقال أبشر أبشر يا أبا عبد الله فالتفت إليه سفيان الثوري وقال يا حماد أسألك بالله أسألك بالله أتظن أن مثلي ينجو من النار أتظن أن مثلي ينجو من النار وهذا الشافعي الإمام ينام على فراش الموت ويدخل عليه تلميذه المزني فأقول له المزني كيف أصبحت يا إمام فأقول الشافعي أصبحت من الدنيا راحلة وللإخوان مفارقة ولكأس المنية شاربة ولعملي ملاقية وعلى الله واردة ولا أدري يا مزني أتصير روحي إلى الجنة فأهنئها أم إلى النار فأعزيها ولا أدري يا مزني أتصير روحي إلى الجنة فأهنئها أم إلى النار فأعزيها ثم أنشد الشافعي على فراش الموت يقول ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجى مني لعفوك سلما ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجى مني لعفوك سلما تعظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما هؤلاء هم الأئمة وهم الملائكة وهؤلاء هم الرسل والأنبياء يخشون الله مع عملهم مع امتثالهم مع اجتنابهم للنهي مع وقوفهم عند الحدود ونحن يا إخواني أنا لا أقنط فليس هذا منهجي وإنما فقط أردت أن أوقظ نفسي وإخواني أردت أن أجمع في الأحاديث القدسية بين الرجاء والخوف حتى لا نتكل على الرجاء وعلى رحمة الله فقط بل نعمل ونحن على يقين أننا لن ننجو بأعمالنا نعمل ونحن على يقين أننا لن ننجو بعملنا بل برحمة ربنا لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمى دنيا الله برحمة منه وفضل هذه هي حقيقة الرجاء الصحيح أن نعمل ونحن نرجو رحمة الله ونحن نرجو فضل الله أما أن نضيع الصلاة أن نضيع الصيام أن نضيع الزكاة أن نضيع الحج مع القدرة ألا نتورع عن قول الحرام وعن أكل الحرام وعن فعل الحرام ومع كل ذلك لا نخشى الله ولا نخشى مكر الله ولا نخاف عذاب الله ولا نخاف سوء الخاتمة ثم نقول نحن نرجو رحمة الله لا 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 فما أكذب هذا القول قال الحسن البصري إن قوما ألهتهم أماني المغفرة حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم وقالوا نحن نحسن الظن بالله وكذبوا وكذبوا لو أحسنوا الظن لا أحسنوا العمل فأحسن العمل وأحسن الظن بعد إحسان العمل هذه هي حقيقة الرجاء أما أن نتجرأ على الملك وأن لا نمتثل له أمره وأن لا نجتلب له نهيه وأن لا نجتنب له نهيه وأن لا نقف له عند حد ونحن في غاية الجرأة عليه ننتهك محارمه في الليل والنهار ونقول لن يدخل أحد من الجنة بعمله وإنما سندقل برحمته فهذا حق يراد به الباطل فحقيقة الرجاء أن نعمل فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه فإن زلت القدم في بؤرة معصية وجذبت أشواك الذنوب الثيابة فعليك أن ترفع قدمك من بؤرة المعصية وأن تجذب ثيابك من الذنوب والمعاصي وأن تغسلها وتطهرها بدموع التوبة والأوبة والندم حينئذ حق لك أن تقول يا ربي برحمتك لا بعملي وعزتي يقول الملك وعزتي لا أجمع على عبد خوفين وأمنين إذا خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة وإذا أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة قال جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون مضى الوقت ولا حول ولا قوة إلا بالله أسأل الله أن يؤمنني وإياكم في الدنيا والآخرة أسأل الله أن يؤمنني وإياكم في الدنيا والآخرة اللهم لتحرم بلدنا مصر وجميع بلاد المسلمين من نعمة الأمن والأمان اللهم أمن أهلنا في مصر وأمن أمتنا كلها في الدنيا والآخرة أنت ولي ذلك والقادر عليه أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته